أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوني أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة من أجل تدبير السيولة النقدية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر والدولة منفتحة وبتشتغل وبتخطط لصفقات كبيرة أخرى إن شاء الله للفترة الجاية كل ده علشان ندبر السيولة المادية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة التي كنا نعاني منها في موضوع العملة الصعبة ونضمن توافر هذه العملات من خلال الاستثمار ومن خلال أيضا التصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملكة للدولة